رابع خطوة محتاجين نحددها اللي هي بنسميها الColumn Unsupported Length او ساعة بنسميها Clear Hide بتاع العمود المقصوب بيه ده مقصوب بيه التولي المتساب من العمود اللي ينفع جزائيات العمود ده تتحرك جانبيا فاخد بالك ال Unsupported Length هنا مقصوب بيه ايه اللي هي النقط المش ممسوكة جانبيا تخيل مثلا لو احنا عندنا عمود العمود ده مثلا من فوق ممسوك بالكاميرا ومن تحتك ممسوك بقعدة لما تيجي تحسبك كده نقطة العمود دي لو عايزة تتحرك في التجاه الأفقي فيه حاجة منعها مفيش لكن نقطة العمود اللي هنا لو عايزة تتحرك أفقي اللي هيمنحها الكاميرا هتمنحها يعني بمعنى صح العمود ده اعتبر ممسوك فين بالظبط ممسوك فوق هنا وتحت هنا طب فينه الطول من العمود اللي ينفع جزائياته تتحرك أفقي او بمعنى صح ده الطول اللي ينفع يحصل فيه الباكلينج هتلاقي بالظبط المسافة المتسابقة اللي هي من وش الكاميرا من تحت الوش القاعدة من فوق ده اللي بنسميه عندنا Clear Height وبنكتبه Edge Node طب أحسب الـ Edge Node دي ازاي؟ عادةً بيبقى جيفين عندك الـ Edge Floor اللي هو بيتقاس من وش القاعدة من فوق لوش الكاميرا من فوق ده لو طرحنا منه التيب تحت الكاميرا هتعرف ساعتها تحسب قيمة الـ Edge Node بكام على طول طب افرد العمود ده مثلاً كان تحت ممسوك بقاعدة وفوق ما كانش فيه عندي كاميرا لكن كان فيه Flat Slab فاكن قلنا في Flat Slab البلطة تبقى رس الـ Direct على العمود في الحالة دي لو تاخد بالك النقطة اللي هنا اللي منحنا هي تتحرك أفقي هتبقى البلطة نفسها يبقى فين هنا Clear Height؟ فين هنا تفع العمود اللي ينفع جزئات فيه تتحرك أفقي؟ هتلاقي بالظبط المسافة من وش البلطة من تحت الوش القاعدة من فوق هبه هي دي قيمة الـ Edge Node طب عندنا مع Flat Slab فيه حالة Special ان ساعات ممكن بعد ما تبقى البلطة رس الـ Direct على العمود نيجي العمود آخره نتكبر أبعاده شوية دي حاجة بنسميه Column Capital او صعب بنسميه Column Head هتلاقي شكلها عامل كده بالظبط ساعاتها بنعتبر ان Column Capital دي هي كمان بتمنع جزئات العمود ان هي تتحرك أفقي يبقى الساعات لو فيه Column Capital هنقيس الـ Edge Node منين؟ من وش القاعدة من فوق لحد بداية Column Capital طب افرض مثلاً فيه عندي حالة تانية خيب بساً لو احنا فيه عندنا قاعدة تحت الأرض وبعدين فيه عمود والعمود ده فيه كاميرا ماسكة فيه لكن العمود ده لسه مكمل دور كمان فوق وبعدين فيه كاميرا يعني معنا صح العمود ده واخد دورين فينه نقط اللي هتمنع جزئات العمود نهاية تتحرك أفقي هتبقى موجودة هنا وموجودة هنا وموجودة هنا ينفع العمود ده لو الضغط وحصل له Buckling يحصل له Buckling بالشكل ده لا طبعاً زي ما قلنا المفروض النقط اللي هنا ما بتتحركش يعني معنا صح لو نقضي هتفضل مكانة شكل Buckling هتبقى عامل ازاي الجزء ده هبقى فيه Buckling لوحده وكمان الجزء ده فيه Buckling لوحده بس خبالك ان عادة بما ان ده اعتبر عمود واحد Buckling ماينفعش يمشي متقسم كده ده لازم اماشي smooth يعني بمعنى صح لو في Buckling ناحية المين هنا هنا هبقى Buckling العكس ناحية الشمال عمود في الاخر اعتبر حاجة واحدة هنا لو تاخد بالك بما ان النقطة دي والنقطة دي سبتين ونقطة دي كمان سبت يبقى ساعتها هيبقى عندي هنا اللي ارتفاع ده لوحده هيحصل فيه Buckling اسم مثلا H1 وارتفاع الدور الارضي هو كمان هيحصل فيه Buckling تاني اسم مثلا H2 يبقى انا في الحالة دي عندي اتنين Buckling كل واحد بيتحسب لوحده ولانا هحسب واحد فيهم بس ساعتها طبعا نشتغل على مين اكيد على الاكبر مين فيهم الاكبر ارتفاع الدور الارضي ولا الدور المتكرر فاكن قلنا طبعا ارتفاع الارضي بيبقى دايما اكبر ليه لان انت ما بتقسي من وش الارض انت بتقسي لحد وش القاعدة من تحت فعادة هتلاقي ان الارتفاع ده قدر ارتفاع ده لحد وش الارض بس ولسا هنزود عليه جزء تحت فبما ان ال H2 هتبقى اكبر من H1 يبقى لو انت هتحسب Buckling لارتفاع واحد بس اكيد critical حيبقى الارتفاع اللي تحت بساعتها هبقى هو ده ال H لو بتاع العمود يبقى اخو بالك في العمود اللي فيه كزا دور بشوف ساعتها انهي اكبر H فيهم تبقى هيا دي ال H نود عندنا طب عندنا حالة كمان بتيجي كتير او في الدراسة بتخلي لو احنا عندنا قاعدة وفيه عمود وفيه كاميرا كمان شبكة في العمود بس الكاميرا دي مفيش اي حاجة شبكة فيها هنا يعني الجزء ده اعتبر Free يبقى الكاميرا دي هتمنع جزائقات العمود ده انه يتحرك لأ طبعا معنا صح العمود ده لو حب يتحرك افقي هياخد الكاميرا يتحرك بيها يمين او شمال يعني الكاميرا دي مش هتمنع العمود ده في الباكلينج يبقى فين هنا ال Unsupported Lens او Clear Hype بتاع العمود هيبقى من وش الاعداء لوش الكاميرا من فوق هيبقى الارتعال كلي بتاع العمود يعني فتكر تاني لو الكاميرا دي مش شبكة في اي حاجة هنا واصلة بالارض يبقى الكاميرا دي ينفع تتحرك مع العمود يبقى دي مش هتمنع العمود ان تتحرك افقي فبالتالي ال H نود تتقاس من فوق خالص لحد تحت حاجة تانية برضو لازم تاخد بلك منها ان انت بتاعتك تحسب ال H نود في اتجاهين اتجاه ال Im Plane والAuto Plane هتخذ مثلا لو انا عندي عمود كذا دور معنا صح ان فيه بلطات هنا وبلطات هنا لو احنا مثلا قطعنا Cross Section في العمود هيتطلع شكله عامل كده لو تاخد بالك لو انا حاليا مبصص على العمود ده من قدام مش ساعة ده ال Elevation بتاع العمود اللي هيظهر قدامي يعني معنا صح ده العرض هنا اللي هيظهر قدامي اللي هو T وده العرض اللي مش هيظهر اللي هو B طب بالنسبة للاكسات هنا فاكين الافق كان اسمه XXX ورأسي كان XYY يعني معنا صح ده اعتبر XX وده اعتبر XY وتاخد مثلا مثال ان البلطات دي كان solid slab يعني كان تمتشل على كاميرات وتاخدت الكاميرات هنا مش شرط خلص بقد الكاميرات هنا في الحالة جي اللي احنا بنحسب في اتجاه ال Im Plane فاكنو انا اتجاه ال Im Plane يعني انت هتبص على العمود هنا بالزبط هشوف العمود ده في Elevation انهي عرض اللي بيقاوم العرض ده اللي هو العرض دوت طب في اتجاه ال Im Plane فين ال Im Plane اللي انا محتاجها فاكنو انا ان اللي هي اتمنى العمود ان هو يتحرك يمين وشمال فادي اخوا بالك هتبقى ال Im Plane اللي عندنا بس ال Im Plane فاكنو اتجاه ال Im Plane كان المومنت عندنا مش اللي هو المومنت الافقي لو بيليف حوالي محور Y فال Im Plane هنا بنسميه H node Y طب بالنسبة لاتجاه ال Out of Plane نفس الكلام فاكنو قلنا اتجاه ال Out of Plane هبقى فيه عندنا مومنت رأسي طب المومنت الرأسي ده مش بيليف حوالي محور X يبقى ال H node اللي احنا هنحتاجها في ال Out of Plane بنسميه عندنا H node X طب ال H node تتحسب منين زي ما قلنا لو انت فيه عندك بلاطات سولد هتتقاس دايما من وش البلاطة من فوق لحد وش الكاميرا من تحت وهنا برضو من وش البلاطة من فوق لوش الكاميرا من تحت طب لو بلاطات Flat Slab نفس الكلام هتلاقي برضو في اتجاه ال In Plane فاكنو قلنا هي بنسميه عندنا H node Y هتقاس من وش البلاطة من فوق لوش البلاطة من تحت طب اتجاه ال Out of Plane فاكنو قلنا هي اسمها H node X هتقاس برضو من وش البلاطة من فوق لوش البلاطة من تحت طب لو مع Flash Lab نزلنا حت بلاطة صغيرة كده عند العمود اسمها Drop Panel بساعتها تفرق في ايه تفرق انه وانت بتحسب H node Y والH node X الاتنين حضرت رحملهم كمان تخانت Drop Panel يعني ساعتها ال H node تتقاس من وش البلاطة لحد وش ال Drop Panel من تحت طب فاكنو قلنا لما فيش Drop Panel لكن كان فيه مثلا Column Capital او سعب نسميها Column Head ساعتها ال H node بتتقاس من اين تقاس من وش البلاطة من فوق لحد او تنقطة في ال Column Capital زي ما قلنا هتبقى ساعتها دي ال H node Y ودي ساعتها ال H node X طب انا كده شرحت لك ال H node Y والH node X زي ما قلنا لما بتقع ال Aim plane والOut plane بسكت على رسمة 3D انت عادة في مثال بتجيلكش رسمة 3D انت عادة بتجيلك رسمة في ال Elevation فانتاخد مثال ان رسمة اللي عمود عندك Given في ال Elevation تخيل مثلا لو انا عندي عمود زي ده تحت هنا كان فيه قاعدة وفوق لو تاخد بالك هنا كان فيه كاميرا انا شايفها والمسافة من وش القاعدة من فوق لوش الكاميرا من فوق مثلا كان بيسوي 4 مترونوس وتخانت الكاميرا مثلا كان بيسوي 0.5 متر وفي نفس الوقت كمان فيه عندي بلطة متهشرة هنا بلك البلطة المتهشرة دي معنى هي مكملة يعني معنى صحة تبقى عمودية على الورقة وتخانت البلطة دي مثلا كبتسوي 16 سنتياني 0.60 متر واحنا محتاجين نحسب ال H node في اتجاه ال Aim plane والتجاه ال Out of plane فاكين قلنا قبل كده اتجاه ال Aim plane اللي هو مقصوب بايه اللي هو الباكلنج اللي هيحصل في نفس مستوى الورقة اللي احنا رسمين فيها Elevation العمود فلو حصل Buckling Aim plane احنا هنبقى شايفينه فاكين قلنا في الحالة دي الباكلنج هبقى عامل كده اولا بالنسبة لعرض العمود اللي بيقومه انهي عرض ساعتها هبقى العرض اللي انا شايفه هاي دي تي اللي عندي ولو تاخد بالك لما حصل Buckling Aim plane اللي منع العمود ان هو يتحرك في نفس مستوى الورقة هتلاقي الكاميرا اللي انت شايفها دي قبلك دي اللي مسكت العمود منعيته انه يتحرك يمين وشمال فبالتالي يبقى ال H node اللي عندنا هتتقاس منين لفين من وش القاعدة من فوق لوش الكاميرا من تحت هي دي ال H node في اتجاه ال Aim plane يعني هيساوي 4.5 نقص نص فتطلع 4 متر لكن تقدر تقولي في اتجاه ال Out of plane تحاول بقى تتخيل في اتجاه ال Out of plane يعني العمود ده هيسيب الورقة ويخرج لبرا ايه اللي هيمنعه انه يتحرك لبرا اولا هيبقى فيه القاعدة دي اكيد تمنعه انه يتحرك لبرا طب في الجزء اللي فوق ايه اللي هيمنع العموده انه يتحرك لبرا الكاميرا دي لا طبعا انت محتاج حاجة للستفنس بتاعتها في الاتجاه العمودي على الورقة اكبر بكتير اللي هو البلطة المتحشارة دي بلك البلطة المتحشارة دي هتمنع العموده انه يتحرك برا الورقة فبالتالي ال H node في الاتجاه ال Out of plane هيتقاس منين لفين فين نقط اللي هينفع تتحرك خارج الورقة هتلاقي بالزبط المسافة دي اللي هي من وش البلطة من تحت لوش القاعدة من فوق ممكن مثلا لو العمود حصل لباكلينج في سري دي بقى شكله عامل كده بالزبط نبقى ده الارتفاع اللي ينفع يحصل فيه الباكلينج Out of plane ساعتها لو هو ده ال H node في تجاه ال Out of plane هيتقاس بكام هيسوي الارتفاع كله اللي هو الاربعة ونص لكن نقص تخنت البلطة اللي هي 0.60 متر ساعتها تقول الاربعة ونص نقص 0.60 تطلب مثلا في حدود 4.34 يبقى وضع خبالك ان دايما واحنا بنحسب ال H node اللي هو زي ما قلنا Clear height بتاع العمود انه لازم ركز في كل اتجاه اني جزء اللي بيمنع العمود من الحركة الافقية طعم في اتجاه ال In plane هيبقى دايما اللي انت شايفه في اتجاه ال Out of plane الحاجة المتهشرة اللي انت مشايفة دي اللي هتمنع العمود ففي الحقيقة تقدر تحدد ال Clear height هيبقى دقيب الزبط ووضع خبالك ان ال H node في ال In plane مش شرط خاص تسوي ال H node في ال Out of plane